اشتركوا في القناة هنتكلم على قانون التصالح في المخالفات للبناء على الأرض الزراعية أو المخالفات البناء بشكل عام وعايزين نحدد العناصر اللي هنتكلم فيها هنتكلم عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح هنتكلم على إجراءات تقديم طلب التصالح وما يتبعه من إجراءات بعد تقديم طلب التصالح هنتكلم على حالات قبول طلب التصالح وإلا يحصل بعد القبول وهنتكلم على حالات رفض طلب التصالح وإلا يحصل بعد الرفض وفي سؤال مهم جدا سداد الرسوم بتاع التصالح أنا رجل ظروفه على قدي ومش هادر أسد أعمل إيه عشان أقدر أسد رسوم أو أقصتها إزاي وهنتكلم على نقطة أخيرة أنا من سنة كذا بسد في المحكمة غرمات ومعاي الوصولات الوصولات دي لها لازم يا أستاذ هنقول لحضرتك بإذن الله أقوله بالله التوفيق في الواقع العملي خلي بالحضرتك معاي صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ركز في القانونين وركز في التوارير قانون البناء صدر 2008 القانون ده اللي بيحدد إزاي تطلع رخصة والأماكن اللي بتطلع فيها رخصة هل لازم تكون داخل الكتلة السكانية القانون طلع 2008 جات 25 يناير 2011 واستغل لها البعض استغلال سيء للأسف عملوا إيه اللي طلع بنا في الأرض الزراعية طلع واللي دخل بنا داخل الكتلة السكانية بدون إجراءات ترخيص طبقا للقانون البناء اللي قلنا عليه 119 لسنة 2008 الوضع كان ايه؟ اقتزت محاكم الجنح بقضايا المباني دواهر الجنح كنت تروح للمحكمة تلاقي تلتمتر ومعمت قضية في اليوم معظمهم مباني تمام؟ وظل الوضع على هكذا حتى صدور القانون بتاع الخاص بالتصالحة طيب قضايا المباني دي وصلت لإيه؟ بعضها خد براءة بناء على صغرة في محاضر الإجراء اللي تعمل وبعضها واحد استجن شهر أو اتنين وطلع وعاش في البيت اللي هو ابناه والبعض الآخر مازال متداول ما بين مصلحة الخبراء وما بين المحكمة تمام؟ طيب واحد يقول لك أنا خدت براءة خلاص أو أنا خلاص أنا معي البراءات ومعي الشهادة الدلة على البراءة أنا الصالح ليه أصلا؟ هقول لحضرتك أن التصالح على المبنى نفسه البراءة اللي حضرتك خدتها في المحكمة براءة للشك الجنائي أن أنت كنت بجريمة مخالفة للقانون يبقى براءة للشخص نفسه لكن أنت المبنى نفسه هل تستطيع أن أنت تعلي فوقه أو تجيب رخصة للتعالية فوقه؟ لا تستطيع هل تستطيع أن أنت تهد المبنى وتبنيه من جديد برخصة؟ ده أنت لو هدته معدش هتعرف تطلعه يبقى جاء قانون التصالح لمعالجة كل هذه المشاكل ولإقاف الدعاوة في المحاكمة هناك نقطة فنية مهمة جداً عايزين نعرفها الوقت قانون التصالح صدر في 2019 وتعدل في 2020 فأنا أريد أن أبكز أنا اطلعت على قانون 2019 ولا يحتو وتعدل في 2020 ولا يحتو وجبت لحضرتك النهاردة الخلاصة بإذن الله سبحانه وتعالى أول نقطة قولنا هنتكلم عنها لو لسه فاكر معنا الحلقة تبقى طويلة بس إن شاء الله مفيدة الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو الحالات التي يحذب فيها التصالح في حالات معينة كده ما ينفعش أن أنت تصلح فيها حتى لو قدمت الطلب للوحدة المحلية أو لمجلس المدينة اعرف أن طلب التصالح بتاعك مش هيتقبل أول حالة من الحالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية مبنى تبنت في 2011 مثلاً ولو يكن وجات له إزالة نص مبني ونص مش مبني والسقف بتاعه عمل كده ده لا تصالح عليه عمل مخل بالسلامة الإنشائية مبني بأي كلام كده ويهدد حياة السكان ده غلط مش هيتم التصالح عليه ده أول نقطة النقطة التانية التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو التعدي على حق من حقوق الافتفاق يعني ايه حق من حقوق الافتفاق؟ يعني مثلاً شارع معين حضرتك اتعدت عليه وما سيبتش المسافة اللي لازم تسيبها في الشارع تمام؟ القانون في تعديله في 2020 قالك ما لم يكن قد تم التصالح مع الجيران مثلاً على هذا الحق ولكن قدامك كترة أرضية فاضية مثلاً واتفقت ان انت تشتري وتعود النقص اللي انت اتعدت عليه تمام؟ النقطة التالتة اللي ماينفعش حضرتك تسالح فيها التعدي على المباني ذات الطراز المعماري المتميز نص القانون في تعديله قال كده التعدي على المباني ذات الطراز المعماري المتميز الواحد عنده مبنى وعدته هيئة الأسرار ان ده مبنى اثري أو ذات معماري المتميز وانت جد بوصف شكله هلينفعت التصالح عشان تقوم في الدعوة في المحكمة؟ لا ده لا يقبل طلب التصلح فيه رقم اكبر تجاوز قيود الافتفاع المكفرة من سلطة الطيران المدن واحد بيته جنب مطار وام طالع ايام الصورة عمل برج يجاوز حدود الافتفاع تبقى لسلطة الطيران المدن هل ده فيه تصالح؟ اقول لحضرتك لا مفيش فيه تصالح او تجاوز خطوط شؤون الدفاع الخاصة بالدول واحد بيته جنب كتيبة تبع الكوات المسلحة وايجا عمل قيود افتفاع اعلى من الكتيبة او ممنوع ان انت تعلي على الكتيبة او الوحدة العسكرية ده مفيش فيها تصالح رقم خمس البناء على اراضي مملوكة للدولة ما لم تقدم طلب تقنين لوضعها افضي مملوكة للدولة وجيت ايام الصورة استغلتها وحطيت ايدك عليها وانت راح بالي هل ده فيه تصالح؟ مفيش فيه تصالح الا اذا تقدمت بطلب تقنين وخلي بالك مش مجرد انت تقدمت الطلب كده هيبي فيه تصالح لا لابد من قبول طلب التقنين الخاص بوضع اليد بعد كده رقم ست الحالات التي من الحالات التي لا يحظر فيها التصالح تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية التعديل قالك ما لم توافق الجهة الادارية على ذلك بمعنى يعني ايه الكلام ده؟ المخطط التفصيل يحدد منطقة اسمع منطقة ورش منطقة تعليمية منطقة سكنية منطقة تجارية واحد ايجا في المنطقة بتاع الورش المفروض يبني الورشة في منطقة الورش بين الورشة في المنطقة السكنية ممكن الجهة الادارية من حقها أن توافقه من حقها أن تفض ده يرجع للجهة الادارية وده التعديل في قانون 2020 او العكس صحيح بين سكني في التجاري او تجاري في السكني هو ده المخططات التفصيلية واحد غير الاستخدام الجهة الادارية بقى هي اللي بتفصل هل ان هو يفضل او نقبل التصالح بتاعه او لا رقم سبع المباني خارج الحيز العمراني المعتمد المعتمد ما يحذب فيها التصالح ولكن سبع استثناءت مشروعات النفع العام antagonي Goget محطة صبتة صحيحة محطة مياه و ا Split الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني ركز في الحتة ما قد تستثنى هو مباني خارج الحيز العمراني الكتل السكانية القريبة من الحيز العمراني أو القريبة من المدن بشرط أن تكون مأهولة بالسكاة البيت يكون فيه سكانه مأهول بالسكاة يكون داخلها مرافق مية، كهرباء، غاز، صف صحي وما شابها ذلك وتم تصويرها قبل 22 سبعة 2017 يبقى الحاجات اللي في الزراعة لها الشروط عشان يتم التصالح فيها تكون قريبة من المدن ومأهولة بالسكان فيها مرافق مية وصف وكهرباء تم تصوير المبنى المخالف قبل 22 سبعة 2017 السؤال اللي بعد كده هي طلبات التصالح في المباني اللي قبل 22 سبعة 2017 بس، هقول لحضرتك، في الزراعة أي حاجة تبنت بعد 22 سبعة 2017 فما فيش علاها تصالح تبنت قبل 22 سبعة 2017 وبالتصوير الجوي وفيها مية وفيها كهرباء مثلا ومأهولة بالسكان، إن شاء الله فيها تصالح أو معمولة مزرعة مواشي أو مزرعة دواجن فيها تصالح طيب، داخل الكتلة السكانية التعديل الجديد بيقبلوا لحد 22.5.2020 معلومة أكيدة لـ 22.5.2020 قبلين تصالح ولكن هل سيقبل هذا الطلب أم لا؟ الله أعلم لحد الآن، لأنهم يأخذوا التصالح للمباني داخل الكتلة السكانية لحد 22.5.2020 بيقبلوا الطلب، تمام؟ طالما تم تحرير لك محضر مخالفة في هذا التاريخ طيب، بعد كده هأعمل أنا إيه؟ هتقدم بطلب تصالح إلى الوحدة المحلية المحلية أو إلى مجلس المدينة أو إلى الحي حسب المكان اللي أنا موجود فيه هاخد معي إيه وأنا راي هتقدم للطلب؟ صورة بطاقة حضرتك، تمام؟ عقد البيت اللي عليها المخالفة، طيب أنا اللي مش عامل المخالفة، المخالفة عاملها واحد وأنا اشتريت البيت بالوضع دي صورة العقد اللي حضرتك شاري منه البيت، تمام؟ شاري البيت من صاحب المخالفة طيب، بعد كده صورة محضر المخالفة، انت عارف أن البيت ده معمول له مخالفات، بتاخد صورة دالة على محضر المخالفة ولما ابن في الزراعة يكون تاريخه قبل 22.7.2017 طيب، أنا معيش صور المحاضر، مجلس المدينة أو الحي اللي حضرتك تابع له، عنده كشف بالمحاضر والإزالات، ويطلع لك المخالفة من عنده رسم هندسي، عرض ثلاث رسومات هندسية معتمدة من مهندس معماري، ومختمة بالختمة بتاعه بعد كده، حاجة اسمها تأرير السلام الإنشائي للمبنى، مهندس معماري معتمد، بيدر حضرتك تأرير سلامة إن المبنى ده سليم إنشائيا ويصلح للسكن احنا قلنا في الحالات التي لا يجوز فيها، الأعمال المخلة بالسلام الإنشائي، فأنا لازم أجيب تأرير إن المبنى ده صالح بعد كده، بسدت حاجة اسمها رسوم الفحص، رسوم فحص الطلب، وهي رسوم بسيطة لا تتجاوز الخمس سلاف جنيه، كتير الخمس سلاف جنيه؟ أقول لحضرتك هي بتبدأ من 125 جنيه، يعني لو من متر ل250 متر في المدينة بيسدت 500 مهي، في القرية بيسدت 125 جنيه، لو من 250 متر مخالفة ل500 متر في المدينة بيسدت 1000 مهي، في القرية بيسدت 250 جنيه، رسوم الفحص رسوم بسيطة، ما بتجاوزة ده وقت ما يدير الخمس سلاف جنيه ما بتجاوز تلك الخمس سلاف جنيه بعد كده ما بين الصفقة بطاقة صفقة العقد البيت محضر المخالفة إن وجد رسم الهندس المعتمد تقريب السلامة الإنشائية ما يدل على سداد رسوم الفحص ذات الرسوم بسيطة للبيوت الصغيرة مع حد شئ لأ بعد كده تتولى اللجنة الفنية المشكلة بالمحافظة بتنزل تعاين على الطبيعة المبنى وتشوف مدى توافر شروط التصالح ثم تبت في التصالح تمام؟ طيب في حالة قبول التصالح بيتم اختار حضرتك على عنوانك ان التصالح بتاعك اتقبت اتفضل تعالى استكمل باقي إجراءات التصالح هو لسه فيه إجراءات اقول لحضرتك ايوه لسه هتسدد رسم التصالح الرسم ده ايه؟ القانون قال الحد الأدنى 50 جنيه الحد الأقصى 2000 جنيه وكل محافظ مطلع رسوم في القرية ومطلع رسوم في المدينة تقدر تطلع في المحافظة المنطقة اللي حضرتك مخالف فيها رسمها يقديها ثم التأكد من طلاق وش المبنى القانون نص على ذلك ان وش المبنى يديه التعاديل بتاع 2020 استثنى القرية من طلاق وجه المبنى تمام؟ السؤال بقى المهم انا رجل على قدي ومش هقدر سد المبلغ دي في الفترة دي اعمل ايه؟ القانون سمح لك بالتأصيد كحد أقصى على ثلاث سنين تدفع ربع المبلغ مثلا او 25% من المبلغ وتأصت على ثلاث سنين كل ثلاث شهور بتسدد بدون فوايد القانون القديم كان عمل فوايد القانون الجديد قال لك بدون فوايد فتحها خالصة يبا انت من حقك التأصيد بدون فوايد على ثلاث سنين بعد ما بتخلص وبتدفع رسوم سواء الصد أو سواء هتتفحكاش بتاخد ما يفيد ان انت تصلحت وبعد كده يتم ايقاف الدعاوة الجنائية كاملة ويتم من حقك بعد كده ان انت تعلّع المبنى برخصة من الحي او تهدم المبنى برخصة وتنشئ مبنى جديد برخصة طيب واحد بقى قال لي الطلب بتاعي ترفض اعمل ايه؟ هقول لحضرتك بيتم اختارك ان طلبك ترفض بتروح بمجرد ان يجيلك اختارة ان طلبك ترفض تتوجه تعمل تظلم في المحافظة خلال 30 يوم تعمل تظلم خلال 30 يوم وبعد كده اللجنة المشكلة للتظلمات تنظر التظلم في مدة لا تتجاوز الثلاث شهور وبعد كده اما ترجعك الصالح او ترفض الطلب رفض نهائي طيب لو رفض الطلب رفض نهائي اعمل انا ايه؟ لا يتبتب على ذلك هيتم استكمال نظر الدعاوة القضائية في المحكمة طبعا انت ما قدمت طلب اجراء التصالح بتاخد شهادة ما يفيد زالج بتوقف الدعوة لحين النظر في طلب التصالح يعني الشهادات اللي الناس خدتها دي مش بتوقف الدعاوة نهائي لا بتوقف الدعاوة لحين الفصل في طلب التصالح لو الطلب ترفض بيبعثه اختار للمحكمة تكملي في استكمال نظر الدعاوة سؤال مهم ومحدش تكلم عنه قبل كده اللي هو موضوع الغرامات التي قد تم سدادها اثناء نظر الدعاوة واحد سد في المحكمة خمستاشر الف عشرين الف غرامة للي كنت المخالفة سدد واحد في المية من المخالفة سدد الحاجات اللي بتسدد في قضايا المباني تمام؟ هذه ارسومة التي قد تم سدادها لنفس ذات المخالفة من حقك تجيب الوصالات الدلة على السداد وتقدمها بتتخصم من ثمن التصالح بتتخصم من ثمن التصالح وده القانون الجديد اللي تعدل في 2020 مص على فعل سؤال اخيك بقى الناس اللي قبل 2008 هل يجوز لها التصالح؟ هما ملهمش قضايا هوا مثلا هل يجوز لها التصالح؟ اللي ملوش قضية في المحكمة هل يجوز للتصالح؟ هقول لحضرتك اللي ملوش قضية او بنا قبل صدور قانون 2008 اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو يتقدم بطلب التصالح هيفيده في ايه؟ هيفيده ان هو من حقه يهد ويبني طبقا للتصالح اللي ايجا معاه برخصة من الوحدة المحلية او الحي في حالة اذا كانت الارض دي ما زالت في الزراعة او ما زالت قريبة من الحيز العمراني ولم تدخل كفدون المباني اعتقد باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نفيدكم بالفيديو ده اي سؤال اي استفسار ابعتلي باذن الله في قانون التصالح اجيب عليه باذن الله سبحانه وتعالى هذا والله اعلى واعلم وصلى اللهم على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته